السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى في مطبخي بعلاقاتي نتمنى يكم تكونوا كامل بخير اذا نصفتنا لنهر اليوم راح تكون غريبية مع سر نجاحة بما انكم درتوا بزاف غريبيات وبعثتوا لعلى صفحتي تعال فيسبوك فلهنا احنا عدت لكم واحد السر وكذلك نحاول نفهمكم باش ما تقعوش في نفس الاختاء اللي وقعتوا فيها باش ما تهبت لكمش الغريبية انا مانتبولش عليكم ونحوا مباشرة لأول سر تعنا في نجاح الغريبية اذا الغريبية وكانت كما قلت لكم تعلموا حقون هادي ولا اي غريبية راهي تحب انكم تحمصوها الفرق بين الغريبية اللي فيها الفارينة محمصة والغريبية لما الفارينة تحميش محمصة انه اللي محمصة جيترية والذوب في الفن اما اللي محمصة من داخل جيكم يابسة انا نبغي admirاتي بالتصوح من الداخل وحتى اتبعتوا جميع الوجه في الوصفة اذا حتى لهما الحاجه نقوم بها انا ننصحكم ديما انكم تحمصوا في الفرن يعني طريقة ما كنت كمال فيين بها، تحمصوا في الفرن تصغنوا الفرنة مليح وطفوا الفارينة حتى ماذا يتشققلكم عندها يتحمصت ولكن من يغير تديرها في المقلة تحطوا الفارينة في المقلة وتبقى وتعسو فيها تتحمص لا يتغير اللون تحتها تماما مقاون بالمغرفة فوق المقلة فوق النار حتى نتحمسه ولكن اللول يقعد نفسه نحن نذهب مباشرة ندركها عندي كاس يهز 204 مليلي لتر عندي كاس تعسمن بدرج تحارط الغرفة عندي كاس من السكر ناعم ناقص شوية وهنا السحنة اللي كنت قريتها لكم اهي الفارينة اللي كانت تحمست خليتها حتى بردت تماما ومن بعد بش بديت نخدم في الوصفة عندنا ثلاث مكونات عندنا سمن سكر وفارينة مكون سري اللي هي الخميرة الكيميائية اللي هنا باش تتفادوا الأخطاء اللي تحطوا فيها في المرة الأولى ناعم كلا هنا واش ندير هاداك سمن سمن ما لازمش يكون جاريل ما لازمش يكون سخون بزاف وما لازمش تاني يكون بارد يعني نخرجوه من الثلاجة ناعم كلا هنا ندخل في هذا السكر في وسط السمن هنا يناس اللي بالها طويل تقدر فقط تخدم كما خدمتنا بلجفنا صراحة هايلة جدا ناعم كلا لازمش لا ننصحكم لها هنا بالباترولا لانو يدخل لها الهواء وقد يدخل لها الهواء ومن بعد اراكم تلقاوا صعوبة كي تعودوا تلموا فيها هي تتفتت لكم هذيك العجينة تولي وتزيدوا لها اصطيس واحد اخر اللي هو الزيت لو كان تديروا لها كما قلت لكم ولكن اذا تبعتوني انا وتختموا اغرب اليد ويكون بالكم شوية طويل احتراجحوا فيها مئة بالمئة كما كنتوا تشوفوا انا هنا اراني في هذه السحنة اراني درت ثلاث كيسان ونصف من الفارينة نفس الكاس اللي كيلت به اراني درتو وحطيتو في هذه السحنة واراني بقيت نضيف بشوية ونبقى نعم بطر هو يستوع ثلاثة جرام من الخميرةكيميائية الناس اللي تعبين القرام لهم ثلاثة جرام درت ten percent ثلاثة جرام كيميا ايه ونحاول ندخل هذيك الفارينة مليح في وسط العجينة تاعي وكما راكم تشوفوا اراني ندير في هذيك الفارينة يوم ما مطان نعجن اذا نحط العجينة وما نبقاش اللم فيها لازم ندير عليها شوية عقوة باش نخلي هذيك الفارينة تشرب هذك سمن لو كانت خليوها مبعطرية هراه يتهبتلكم الفارينة تاعكم رح نخليكم هنا في اسفل للصندوق ولا في صندوق الوصفة الوصفة مكتوبة وكذا نخلي لكم الرابط تاع الوصفة اللي هي غريبية الفرشيطة اللي باش تشوفوا دوتخ أستوس دونك أنا اللي هنا اكتلكم برك يعني ونعتلكم الغلطات اللي وقعتوا فيهم باش تتفاداوهم في المستقبل دونك على هذي لكو تشوفوا فيها راني نعجن فيها ونلمها دونك أنا اللي هنا هزتلي تقريبا ثلاث كيسان ونص وراح نخلي كمية شوية من نشفهاش بزاف كيما راكم تشوفوا الهنا خليتها شوية طرية نحيها من العجينة بعد ونروح ندير لها الكاكاو دونك للناس اللي تحب الغريبية بيكولور يعني تحبها بلونين تخدمها هكا الناس اللي بغتها ديل دي بو يعني منذ البداية بغتها كاملة مرة تضيف الكاكاو كذلك تضيف معها ثنين ملاعق أكل كبار من شوكولات عطالي الناس اللي بغتها بالشوكولات نوك تضيد لها ثنين ملاعق أكل كبار من شوكولات وطاليا نيوتلا وماكسا وتزيد لها ثنين ملاعق أكل كبار من الكاكا ويكون مارا نبقى نجمع فلاجينة تاعي بهذا الطريقة حتى تتجمع عندي مليح وراح نغلفها نخليها تريح شوية ومن بعد نبدأ نختم بها نروحوا الآن لطريقة تشكيتها بعد ما خليتها ريحة طبعا كيتخليها تريح وكتشفوا شوية برد لحال هاداليام هاداك السمن راح يعاود يشدوا راح وضنكتو ماجيوا تشكلوها ثم ما تقدروش لهنا الغلطة اللي دروها تروحوا تزيدوا زيد ولا زيدوا سمن لا ما تزيدوا لا سمن ولا زيد فقط هاداك السمن راو برد يخدموه بلاب بومت على ما كما كنتوا تشوفوا فيها نختم فيه بها ديكال بالكف تاعي بالعقل بالعقل حتى نعود يسخن هاداك السمن تعاكم وتقدروا تشكلوا عادي جدا الحربوش تعاكم بعد ما نشكل الحربوش نروح عليها بالفرشيتها هيكا من كامل جناب هاد طريقة ونروح نقصها انا صراحة نقص عيني ميزاني لانه تعود يعني على القصة تاحا وها هي لي كله هنا الغريبية بعد ما تدقس ديما نصحكم قبل ما تبدأوا تطيبوا وقبل ما تبدأوا تطبعوا تطبعوا يعني حبة وحدة كيما هذي ودخلوها للفرن طيب الى طاحت لكم يعني الى شفتوها بالطاحت راهي نقصة ولا مخصوصة فارينة ولكن قاعدت على حالها تقدروا تكملوا تطبعوا الباقي فقط بش ما تتعبوش وما تطيحوش في الغلطة يعني تفسد لكم حبة ونسدلكمش الكمية كامل ديما نقول لكم يعني حاولوا تكونوا اذكية شوية ولي هنا نفس الطريقة اللي درتها مع الحربوش اللي بيض نعب نديرها مع الحربوش المارا نحاول نعجلهم غير بالكفة على يد تاعي برك يولي سمن هذك يسخن دونكي ولي ان هذك سمن يقولي يعني الحربوش تعناي يقولي نقدروا نخدمو به يعني نقدروا نفسوني وهذا الشكل اللي يحبينا ولكن كنتوش توبلاراكم يعني ما قدرتوش تحكموا فيها بزاف وعادت لكم طرية تقدروا تغلفوها وتخليوها تقعد شوية يعاودي يشد هذك سمن نروحو نخدمو بها عادي نشكلها نديرها في بلات ونرشو بالفرينة مسبقا ندخلو على فرن موسخن مسبقا لمدة 4 ساعة على درجات 160 نخليها طيب لمدة 20 تقليل دقيقة شوفوا القاعدة تحكي فاشت طيب لازم تطيب لكم لمدة 30 دقيقة ما تخافوش منها باش تطيب لنا كومبلي نأكد لكم اللي هنا انو الفال الغريبية جامي تقسوها وهي سخونة لازم تخليوها تبرد تماما اذا ما تخافوش منها عراكم وين تخليوها تبرد راهي تجيكم احسن واحسن اذا هزيتوها وهي كاك سخونة راهي تجيكم تتفتت ومتقدروش تهزوها في اليد لونك شوفوا الغريبية تعيري الجيطرية وامامتو مقر مشا مشا الله نتمنى انكم تنشحوا فيها كامل يعني وصفة رايعة عزمان فقط اذا هاشوفوها كيفاش قاعدت ما هبطتش ورا هي طيبة مليح تصدقوني تبعوا برك هاد الاسرار اللي زي تنسحتكم بهم ونتمنى انكم يعني تفرحوني بها كما موال فين رح هنخليكم على خير نقولكم اينا اللقاء وما تنسوش كذلك اه تخليو تبعثوه للتصور تعاكم ولفتوى تعاكم التعليقاتو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي رح نخليكم الرابط اسفل الصندوق سلام اشتركوا في القناة